دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير كل عام وصيامنا مقبول كل عام وصلاتنا مقبولة الحمد لله رب العالمين الحمد لله أن خلقنا ورزقنا وتفضل علينا الحمد لله أن بلغنا رمضان الحمد لله أن أعاننا فيه على الصيام والقيام الحمد لله أن هدانا ووسع علينا اللهم صلى على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صلى على سيدنا محمد بعدد من سيصلي عليه اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم صلى على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها القرب وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وترفع بها الدرجات وترفع عنا البلاء والوباء اللهم بلغ رسولك منا السلام اللهم بلغه حبنا وشوقنا اللهم ارزقنا شفاعته وارزقنا سحبته اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم أحينا على سنته وحشرنا على ملته وابعثنا يا ربنا تحت لوائه يوم لا يكون شفيعا للخلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نصوم؟ لماذا نصوم؟ هذا سؤال يعني جاء في بالي من زمان ومن قديم الزمان كنت أستمع إلى خطبة في مسجد من المساجد وكنت صغير فالشيخ هو بيخطب كان يتحدث لماذا لا تصلي كان عنوان الخطبة أخي لماذا لا تصلي لماذا تصلي وأقوب التارك الصلاة ومن يومها وقع في قلبي لماذا لا نخاطب الناس لماذا نصلي؟ احنا بنصلي ليه؟ لماذا نصوم؟ احنا بنصوم ليه؟ لماذا نزكي؟ ليه نخرج من أموالنا للفقراء؟ لماذا نزكي؟ لماذا نحج؟ وكتب الفقه مليئة بالحكم من مشروعية العبادات بيسموها حكمة مشروعية الصوم أو حكمة مشروعية الصلاة أو حكمة مشروعية الزكاة أو حكمة مشروعية الحد أو ما يسمى بفلسفة العبادة في الإسلام لماذا هذه العبادات فرضت علينا لربنا سبحانه وتعالى أراد منا أن نصلي خمس صلوات في اليوم لماذا أراد الله عز وجل أن نصوم شهر كل عام شهر رمضان لماذا أمرنا الله عز وجل أن نخرج جزء من أموالنا هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ويحتاج إلى تحقيق وإلى تدقيق لأن جملة العبادات في الإسلام فيها نوع من أنواع الإعجاز الدقيق الذي إذا طبقه الإنسان ووعاه الإنسان فهمنا ليه العبادة فرضت وعرفنا إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى حق عبادة يعني بنؤدي العبادات على الواجه الصحيح الذي أراده الله عز وجل منا إنسان يصلي ولكن صلاة غير صحيحة لن يستفيد من صلاته بشيء يصوم عنده أخطاء يقع فيها ولا يلتازم بآداب الصوم ليس عنده فقه الصوم ولا الحكمة من مشروعية الصوم لن يستفيد من الصوم شيء فهذا السؤال مهم ينبغي أن نتعلمه ونعلمه لأبنائنا لماذا نصوم إحنا ليه نصوم ما هي الحكمة من الصوم لماذا نظل يعني نجوع من أذان الفجر إلى أذان المغرب لا نأكل ولا نشرب والرجل لا يمتنع عن زوجتي لماذا كل ذلك جوانب الإعجاز في كل تشريع من تشريعات الإسلام كثير جدا يعني سبق وأن تحدثنا في مرة سابقة عن الإعجاز الصحي في الصوم لن نتحدث عنه يعني ننوه سريعا إن الصيام يصفي جسد الإنسان من السموم يجعل الإنسان صحته قوية فتيا قويا وكان هناك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتحدث ما ملأ ابن آدم عاء قط شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن بها صلبه المعدة بيت الداء وهذه الأحاديث مع حديث صوم تصحه يعني أجريت الدراسات على صحة الإنسان أثبتت أنه ينبغي للإنسان أن يصوم كما في كتاب الجوع من أجل الصحة وألفه عالم من علماء روسيا مهتم بصحة الإنسان وقال ينبغي على كل مواطن روسيا أن يصوم مدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع ولا تزيد عن أربع أسابيع متصلة له يا أستاذنا الطبيب قال حتى يتخلص الجسد من السموم سبق وأن تحدثنا عن ذلك ولكن اليوم نقف عن الإعجاز التشريعي في الصوم من الناحية السلوكية والأخلاقية لماذا فرض الصوم أولا قبل أن ندخل في هذا الأمر صيام الصبي من الأمور التي يعني وقفت معها كثيرا لماذا نصوم الأطفال الصغار ولد عنده ست سنين أو بنت عنده سبع سنين أو عشر سنين هذا صبي ليس مكلفا الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم هذا ليس بالغا لا بالسن ولا بالجسد ولا بلغ الجسد لماذا نصومه فهناك مبحث في الفقه يسمى صوم الصبي ونجد هناك في الإسلام يعني نعم الأنواع الإعجاز أيضا حتى في التدرج في العبادات فقال الفقهاء وإن كان الصبي ليس واجبا عليه الصوم إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به مدام قادرا عليه ومستطيع يعني مدام قادر أنه يصوم وجسمه يتحمل يصوم طيب ليه حيصوم هو مش واجب عليه الصوم قال لك ليتعود عليه ليتعود عليه الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم عشراء في قرى الأنصار من ينادي أيها الناس من أصبح منكم صائما فليتم صومه ومن أصبح منكم مفترا فليصوم بقية يوم يعني اللي لسه صائم مايفطرش الصبح ولو في حد فطر يكمل بقية اليوم صيام فكنا نصوم يوم عشراء ونصوم صبيانان الصغار منهم وكنا نصنع لهم اللعبة من العهن يعني يقص الصوف بتاع الخروف ويعملهم لعبة صغيرة كده حتى إذا بكوا من الطعام الأولاد الصغيرين جعان عاوز يأكل فبيبكي ويعاية فأم تجيب له اللعبة عملاله حصان عملالها عروسة وتسهيها كده لحد ما يأتي وقت الإفطار طيب إيه الإعجاز اللي هنا؟ الإعجاز اللي هنا التدريب يعني إحنا علشان نوصل لفريدة الصوم ويبقى الإنسان يعني يعلم حقيقة الصوم يتدرب الصبي وهو عنده ست سنين وسبع سنين وثمان سنين وتسع سنين وعشر سنين فيقعد يتدرب خمس سنوات أو سبع سنوات على عبادة سيؤديها بعد يعني سنوات قادمة التدريب التدريب في الإسلام موجود من العهد الأول يبقى يخلي لو واحد يتدرب على مهارة من المهارات أو وظيفة من الوظائف سبع سنين حيكون محترف سيطبقها أفضل تطبيق لذلك أمرنا الإسلام أن نعلم أبناءنا الصلاة وهو في عمر سبع سنين علموا أبناءكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين يعني عندنا تلات سنوات يعني تخيل واحد بيتدرب على مهارة من المهارات خمس مرات في اليوم لمدة ثلاث سنوات ثلاث سنين يتدرب كيف سيكون وضعه بعد ثلاث سنين سيكون محترفا سيكون متعلما علموا أو مروا يعني يبقى فاهم فقه الصلاة عارف أركان وعارف السنن والأوقات والدعاء الذي يدعوه في الركوع والسجود وبين الجلستين يتدرب التدريب لذلك في الصوم نصوم صبياننا الصغار فنعودهم وجد علماء النفس أنه الإنسان هناك وسيلة وحيدة لاكتساب المهارات وهي يعني نوع من أنواع الإعجاز فعلا وهي التكرار الإنسان يكرر فقالوا أن الإنسان مخلوق ناقص الإنسانية نركز بقى علشان نفهم الحكمة من مشروعية الصوم والحيوان مخلوق كامل الحيوانية يعني الإنسان مخلوق ناقص الإنسانية والحيوان مخلوق كامل الحيوانية يعني والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إحنا تولدنا الزاكرة بتاعتنا ما فيه الشيء تمام طيب الحيوان حينما يولد من بطن أمه يولد مبرمج بالكامل يعني لو جبنا عزكم الله قطة صغيرة ولدت وأخذنا بنت من بناتها أو ابن من أبنائها وفصلناه عن جنس القطة تماما ما فيش ولا ما شافتش في حياتها ولا قطة قطة لسه مغمضة ما فتحتش وربنا هذه القطة وسط الخراف مثلا أو وسط الدجاج القطة دي في الآخر هتنونة ولا هتقاكي أكيد هتنونة حتى أكل أكل القطة أم أكل الدجاج حتى أكل أكل القطة طيب من علمها هذا هي مولودة كده متبرمجة ولذلك الحيوانات لا تستطيع أن تخرج عن هذه البرمجة ما بتطورش ما شفناش أزكى الحيوانات مثلا زي الأرود طوروا طريقة للأكل أو بنوا بيت بشكل معين أو يعني طوروا لبس معين يلبسوه أو طريقة يتواصلوا بها مع بعض القرود من ساعة ما ربنا خلقهم عايشين بنفس الطريقة الأسد الشجاع القوي بيفترس بنفس الطريقة منذ أن خلقاه الله ما فيش تطوير ما فيش اكتشاف ما فيش اغتراع طيب تعالى بقى للإنسان الإنسان يتأثر ببيئته لأنه ناقص الإنسان فيتعلم هذه الأمور من البيئة المحيطة به والطريقة الوحيدة للتعلم هي التكرار أنه يكرر فيصلي النهاردة ويصلي بكرة ويصلي بعده فتصبح الصلاة جزء من عقله اللواعي خلاص أصبحت جزء لا يتجزأ من شخصيته كذلك الصوم يصوم عام وراء عام وراء عام ولذلك بيجينا بعض الأسئلة يقول لك أنا ابن مريد عنده تسع سنين أو عشر سنين والدكتور قال له افتر والولد مش رادي يفتر تخيل هو لا يستطيع أن يفتر لي لأن الصوم أصبح جزء من شخصيته فلذلك لما نرجع للفقه ونطبقه على أرض الواقع نجد أن الفقهاء سبقوا زمانهم بكثير اتدرب حتى تكون جاهز لوظيفتك اتدرب كتير جدا ده مبدأ من مبادئ الإسلام وحكمة من حكم الإسلام نفهمها من التشريعات الإسلامية علشان الشاب يتزوج ليه الشباب يفشله في الزواج دلوقتي لأنه يتزوج ولا يعرف شيئا عن العلاقات الزوجية ولا كيف يتعامل مع زوجته والبنت تتزوج دون أن تتدرب لشهر ولا شهرين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا تتعلم ولا تدرس فتفشر العلاقة كذلك في العبادات إذا لم نتدرب كما أمر الإسلام وكما عمل الصحابة أو عمل الصحابة رضوان الله عليهم وكما كتب الفقهاء في كتبهم لن نستطيع أن نؤدي العبادة بطريقة صحيحة طيب عرفنا كده إن أنا علشان أدخل للعبادة الإسلام بيهيئني لهذا الأمر لسنوات لا يأتي الأمر مفاجأة الصلاة تدرب أبليها بثلاث سنين الصوم تدرب أبليه بسبع سنين حتى يصبح جزء من شخصية الإنسان ولذلك أي إنسان يريد أن يكتسب مهارة أو يتعلم علم عليه بالتكرار والمذاكرة التكرار التكرار هو الذي يرسخ هذا الأمر في نفوسنا طيب نرجع لماذا نصوم بقى إحنا عرفنا الإسلام بيهيئنا بالتدريب للعبادة وده مبدأ من مبادئ الإسلام وعلى فكرة وجدوا حديثا أن الدول التي تنفق من الميزانية القومية على التدريب تدريب المهندسين تدريب العمالة تدريب أي قطاع من القطاعات هي أعظم الدول اقتصادا الآن يعني لما بحثوا عن نهضة الصين وجدوا أن الصين تنفق كثير من الأموال على التدريب والتأهيل وهو مبدأ من مبادئ الإسلام في كل العبادات تدرب تأهل تعلم حتى تحسن الصلاة حتى تحسن الصوم حتى تستفيد من كل عبادات الإسلام هذا الأمر الأول أمر الآخر الصوم في حد ذاته يعني دورة تدريبية مكسفة 30 يوم كيف يكونوا ذلك الشركة اللي بتنجح بكلها نسبة مبيعات عالية أو خدمة العمالة بتاعتها يعني بيشكروا فيها جدا الشركة دي بتعمل حاجة مهمة جدا إن هم دائما بيتوروا من أداء الموظفين عندهم يعني بيعملوا دورات تدريبية للإسطاف كل فترة كل واحد في تخصصه اللي شغال في المبيعات يعملوا دورة في الإقناع في الاستقبال في الذوقيات الشغال في الحسابات يعلموا دايما البرامج اللي نزلت جديدة والتحديثات وكل أبدو تينزل جديد بيعلموه وياخد دورات تأهلية وتدريبية فبيرفع كفاءة الموظفين لو رفع كفاءة الموظفين حيرفع من أداء الشركة حيحق أرباح عالية أي شركة نجحة في الدنيا بتعمل كده ده ألف با إدارة يعني كذلك الإسلام كل سنة إحنا محتاجين دورة تدريبية مكثفة الدورة التدريبية دي تلازم نؤديها بشكل صحيح يعني أنت لو عندك 30 موظف ودخلت 30 موظف دولة دورة تدريبية وبعدين بتعمل لهم اختبار يعني في الدورة التدريبية اللي بتعمل صح بيتعمل اختبار كويس جدا بمعايير دقيقة جدا بيقيس مدى فهمهم مدى استعابهم هم ما فهموش اكتسبوا مهارات ولا ما اكتسبوش الدورة فدتهم ولا ما فدتهمش فلذلك إحنا لازم يعني ندخل الصيام ونبقى جاهزين للصيام كويس قوي علشان لما نخلص الدورة التدريبية يكون مستوانة حسن ويكون أدأنا اتطور ويكون اتعلمنا أحسن فلذلك الله عز وجل يجعل لنا هذه الدورة التدريبية المكثفة كل سنة شهر وأعظم الشركات في العالم الآن تفعل ذلك وهذا من صميم الإسلام من أصل الدين طيب بنتدرب على إيه أولا الإنسان ينشغل في حياته بأمور الدنيا بالكسب واللهو فيعني يبتعد قليلا عن عبادة الله عز وجل فدورة مكثفة صيام بالنهار قيام بالليل يختم القرآن يتصدق زكاة الفطر يعني لما كانت العمرة موجودة يذهب لأداء العمرة شنط رمضان وإطعام الإطعام والإفطار الصائمين فدورة تدريبية مكثفة ونتجتها يعني جبارة جدا أن أنت بيوم حالك كل الذنوب السابق من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبك يعني كأن مدير الشركة بيجمع الناس كده وقلهم اللي حينجح في الدورة دي أي مشكلة كانت عنده خلاص حتتشال حرفع له مرتبه حزوده كمان درجات في الجنة عندنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يبقى دورة تدريبية روحية تسمو بروح الإنسان وتسمو بنفس الإنسان طيب إيه الحكمة الأخرى من حكم الصوم أو فلسفة العبادة في الإسلام وفلسفة الصوم في الإسلام وماذا يفعل الصوم في الإسلام طبعا عشان أكون مستفيد روحيا لازم أكون مهيئ قبل رمضان بالاستغفار بالاستعداد الشهر لم يمر إلى الآن إحنا أمامنا الآن الكنز كنز رمضان لسه لم يأتي وقته بعد إحنا اقتربنا على بعد ساعات منه نتحدث عنه إن شاء الله ونكون مهيئين نفسيا لأن نستفيد هذه الفائدة الروحية الأمر الآخر الجانب السلوكي في الصوم وهو أمر في غاية الدقة ينبغي أن نفهمه يعني مش بس إحنا كنا بندرس في كتاب الدين الصوم يعني يجعلنا نشعر بألام الفقراء طب لو واحد فقير حيشعر بألام الأغنياء لا الصوم فعلا يجعل الغنية يشعر بألام الفقراء طب بالنسبة للفقير أو متوسط الحال أو اللحاله أصلا يعني يصعب على الفقير اللي تحته هيستفيد إيه؟ الأمر له جوانب من الإعجاز كثيرة جدا زي ما ذكرنا أن الطريقة لاكتساب المهارات التدريب والتكرار وقلنا أن الإنسان ناقص الإنسانية فمن البيئة المحيطة لو في حاجة بتتعمل قدامه باستمرار حيطلع يعملها ولذلك تفاجأ مثلا أن أستاذ عالم في علم معقد جدا في الهند يعبد بقرة يعني فتقول هل علمه لم يؤهله أنه يعرف الحقيقة أقول لك الموضوع ما لهش علاقة بالنحية الأكاديمية الموضوع اللي علاقة أنه طالع لا أباباه بيعبد بقرة ومامته بتعبد بقرة وجلانه بعبوده البقرة وقريبه بعبوده البقرة من الصغر فتبرمج عقله في النحية دي على هذا الشيء عقدته بقت كده في النحية الأكاديمية شطور جدا لأنه درس مع علماء في النحية دي فممكن تلاقي واحد عنده تحس أنه عنده انفصان في الشخصية يعني طيب جدا عصب جدا بيصلوا بيصوموا بيعمل حاجات كويسة جدا بس ممكن بيرتشي بيختلص فهو في حتة يعني أثرت في شخصيته وفي الحتة الثانية اكتسبها من مكان آخر فبقى عنده متناقضات فالإنسان يحرس أنه يكون في بيئة آمنة يكتسب منها العادات والسلوكيات عندنا الصيام بقى بيعمل إيه سلوكيا؟ الصيام بيخلي الإنسان يتدرب على أمره مهم جدا أنا جائع يعني خلاص بقى كنت بيشتغل طول النهار ورجعت البيت بعد العصر ويعني الزوجة أو الأم عملت الأكل والأكل ما شاء الله رحته جايبة من آخر الشارع زي ما يقولوا وجعان جدا الأكل ده حلال ولا حرام؟ حلال ومباح والماء البارد كباية ميا مشبرة كده جميلة حلال وأنا راجع من بره من الحر عطشان جدا ولكن أنا أمنع نفسي يبقى هنا بقى النقطة اللي احنا عاوزين نركز فيها جدا سلوكيا أنا جوايا جوع شديد جدا يدفعني دفعا إلى الطعام وأمام الطعام الشهي والطعام ده حلال ولكن ربنا قال لي صوم فقوم جوايا احتياج شديد للطعام والطعام قدامي ولا آكل أمنع نفسي أمام الشراب الماية الجميلة وما شربش طب استفيد من هنا بإيه برضو مش فاهم أقول لك بقى هذا ما يعودنا على الصبر الصبر إن انت إيه بقى تبقى متضايق جدا متنرفس جدا زوجتك قالت لك كلمة يعني خلاتك غضان طيب انت غضان جواك والوسيلة إن انت تنفس بيها عن الغضب إن انت تزعق لها أو في بعض الناس يعني ربنا يهديهم ويسامحهم يشتمها عشان ينفس عن غضبه وفي بعض الناس ربنا يهديهم أكتر بيدرب وينفعل ويعني فبينفس عن غضبه عن غضبه طب الصوم هنا بقى بنتعلم منه بيقولك وانت غضان بتغلي كده من جوا فتكر لما كنت جعان جدا والطعام قدامك اللي هو حي يعني يلبي هذا الاحتياج يعني انت جعان وقدامك طعام وتلبية الاحتياج الجوع الشديد اللي هي شهوة مركبة في جسم الإنسان الطعام بس انت قدرت ان انت تمنع نفسك عنها ومش يوم واحد ولا يومين ولا عشرة ده تلاتين يوم وربعة لذلك لما تيجي تغضب بقول اه ده مش معنى كده ان الانسان اللي زوجته بتزعق ويسكت بيبقى بارد او ما عندوش دم او ما بيحسش لا ده بيبقى صبور طب الصبر ده معنى ايه ان انت جواك غيز شديد ويعني عاوز تكسر الدنيا بس ترجح تقول اه ده انا كنت صايم في رمضان وكنت جعان جدا وكان قدامي الاكل وما اكلتش والاكل حلال بس الغضب ده حرام الشتيمة دي حرام اه اه الضرب ده حرام كبير جدا يبقى انا منعت نفسي عن الحلال طيب ده انا حمنع نفسي عن الحرام لو فهمنا الصوم بهذه الطريقة الانسان فعلا يتغير سلوكيا يسيطر على نفسه قال لا ده انا باجي في رمضان وامنع نفسي عن الزوجة وهي يعني بعقد حلال ويعني دفعنا فلوس وعملنا فرح والعالم كله عارف ان هي مراتي ومعي في البيت وافلين على نفسينا ولا اقترب منها ااجي بعد رمضان واقول ازاي انا اعدت طول اليوم امنع نفسي عن الحلال لان الله امرني بذلك هل لا استطيع منت بتمنع نفسك عن الزوجة وانت تشتهيها وانت يعني في بعض الناس بيقع كمان في اخطاء تخيل بقى انه ما وصل لمرحلة من المراحل العالية جدا هو مش قادر يتحكم في نفسه وفي شهوته فلما تصل الى هذا الامر في غير رمضان في الحرام تذكر الصوم ده كانت الزوجة موجودة وانا منعت نفسي وقويت ارادتي وتحكمت في شهوتي وكبحت نفسي وامتنعت عن الحلال ارضاء لله عز وجل اجي بعد رمضان افطر عن الحرام هل هذا منطق هل هذا عقل ولذلك الصوم عندنا مفروض علينا طوال العام يعني عم الشيخ انا اول مرة اسمع الكلام ده نعارفين انه هو الفريضة ثلاث انواع سيام رمضان والكفرات لو واحد حلف يمين او يعني اي نوع من انواع الكفرات ولو انا نزرت نزر ده الفريضة لما ايه سيام بقى اللي هو طول العام فريضة ده الصوم عن الحرام الصوم عن الحرام فريضة في كل ايام العام فريضة في رمضان وفي غير رمضان الغضب تحكمك في الغضب هذا اللي هو بيهدم البيوت ويضمر العلاقات اللي هو بيخلي الانسان يفقد عمله بيعمل مشكلة مع زميله في الشغل ويسيب الشغل ويمشي بسبب غضبه معنا اتصال لستاذ احمد من الفيوم ماشي تفضل اي يا فندم سمع عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم فيه وحضرتك بخير يا فندم وحضرتك بخير والإنسان هي كلها بخير يا رب العالمين اللهم امين اللهم امين نبي انا عايز اسألك توقع بس بس عايز كل المعاني اللي عايز اوصله لك تكون وصلك بطريقة غير مباشرة لانشان فا اقوله على الهواء الهواء مبدايا انا فيه مشاكل بيني وبنوالدي كتير جدا من حوالي سنتين امام امام حاولت اكتر ممرة انا رضيه امام لكن هو مفيش امام ادنى اي مش فتح الباب لأي حد تمام غير كده وكده قربي منه بيتسبب لي مشاكل كتير جدا بتوصل للحكومة وبتوصل لقلة قرامة وبتوصل لان انا منطل ادمر ولادي وبيتي واسرتي وكده فمش عارف اعمل ليش الموضوع ده تمام بحاول على صدر ان كان برضو ابعث مع ناس رائبنا اللي ربنا بيقدرني عليه لكن هو برضو بيرفض الموضوع تماما حضرتك اخطأت في حقي خطأ وهو مش راضي يغفره مثلا هو انا مخطأتش في حقه هو انا هواء الكصة ويعني هحاول اقولها لك بسريقة سريعة هي القصة وكانت ما فيها ان انا كان لها عند حد كلوس مبلغ ما وكنت رافع عليه وصل امانة باسم والدي ده وبعد كده والدي لما الناس جانت تحجات عشان تحل المبلغ كان صغير كان 35 ألف جنيه والدي طلب مبلغ مهول مبلغ يفع طوء اصطأت اي حد يعني محدش هيباله لما جيت اتكلمت ان لا غلط وما يصحش وان عندي ولد وده كلوس حرامي داخل علينا سحط رفض موضوع زي كده لما حاولت وحلت المشكلة من وراه هو زائل عشان انا حلت المشكلة من وراه تمام فهمت فهمت اصدق يا رب احد اللي جاي انت تفهم تمام شكرا جزيلا الله يبارك فيك شكرا تمام نرجع للصبر والزوجة والتدريب 30 يوم يبقى انا عندي دورة تدريبية مكثفة 30 يوم وهذه الدورة التدريبية تعاد كل سنة مرة علشان اتعلم منها الامور دي فما ينفعش اصوم عن الحلال في رمضان وافطر عن الحرام في غير رمضان لا احنا لازم نفهم فلسفة الصوم في الاسلام وانا ليه بأصوم مش عشان انام بالنهار واصحى طول الليل مش عشان اعود اتفرج على مسلسلات وافلام ونقول سلس يامك لا يا اخي المسلم مش كده خالص الموضوع متوقف على فهمنا للعبادة الحتمة من مشروعية العبادة لازم كل مسلم يفهم لماذا اصوم انت ليه بتصوم الموضوع مش امتنع عن الطعام والشراب رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والاطش ورب قائم ليس له من قيامه الا طول الصهر لا احنا لازم نفهم احنا بنصوم ليه والاسلام فرض علينا العبادة ليه ومعانا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام عليك اتفضل اتفضل ايه شيخ لو سمعت يا فريد ما عندي سؤال ما عليش اتفضل اتفضل طب سمعت يا فريد مولينا حذرتك اعرف طبعا يعني احنا في اثناء السيوم بنقابل يعني ممكن الواحد يبقى يبقى صايمه ويلكي نظرة مثلا على الحد يعني النظرة هو مش قاصلة مثلا فهل هذا يعني يفطره ولا هو كده يعني سيومه لسه تمام اول ماكملش يعني ماكمل سيومه عادي بس هو يعني بالكون نظرة معينة شخص شايفه مثلا قال انت كده في طرق وهي نظرة عادية تمام 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 فيه سؤال تاني لا مرسي جزا رب راح الله يكلم طيب نجاوب على الأسئلة ديت بطريقة سريعة مشكلة مع الوالد الوالد نسأل الله له الهداية ونسأل الله أن يعفو عنه الوالد أخطأ فيه سؤال تاني أستاذ زمروة تفضلي أستاذ زمروة ماشي يا حضر عليه وسلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته تفضلي أيوة سامح حضركي تفضلي أيوة فضلت الشيخ لو سمحت أيوة حضرتك سمعني آآآ سامح حضرتك تفضلي ماشي فضلت الشيخ بعد إذنك هلو الصوم أنواع؟ تمام يعني هلو الصوم أنواع مثلا هو نعرف أن الصوم مثلا عن الأكل والشراب من الفجر لحد لحد المغرب هل مثلا بنشوف في الديانات الأخرى بصومة عن حالات اللي فاور روح بس هل هو الصوم أنواع؟ لا إحنا عندنا في الإسلام الصوم محدد يعني الصيام عن الطعام والشراب والشهوات من طرق الفجر إلى غروب الشمس بالنية ده اللي عندنا في الإسلام وده اللي إحنا اللي عاوزين نعرفه ونفهمه كويس جدا ونطبقه صح عندنا أنواع الصوم طبعا عندنا فيه أقسام فيه صوم فريضة وصوم التطوع اللي هو الاتنين والخميس التلاتاشر واربعتاشر وخمستاشر صيام يوم عرفة صيام يوم عشوراء دي اسمها أيام التطوع إنما الفريضة اللي هي رمضان وصيام الكفارات وصيام النظر تمام تمام المشكلة مع الوالد إحنا بنسأل الله عز وجل أن يهدي الوالد وأنت لست مخطئا في حق والدك بالعكس ده إنت عملت في والدك جميل كبير جدا 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 حتى وإن غضب الآن حتى وإن لم يرضى الآن سيكون له عند الله عز وجل نجاة من عذاب النار أتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس وفينا من لا درهم له ولا متاع المفلس المفلس اللي معهوش فلوس لا عنده بيت ولا عنده حاجة يبيعها ولا معه فلوس قال المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وزكاة ويعني بيبقى معاه جبال من الحسنات ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا فلو أخذ مال هذا يوم القيامة مش هينفع يديله مال تاني أخذ منه مئة ألف مش هيرجعونه مئة ألف بالعكس هرجعهم بقى إيه حسنات فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فانيت حسناته الحسنات خلصت أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرحت في النار فأنت لا استعاقل لولدك بل أن تبار بولدك وهذا ما ينبغي أن لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق طبعا ليه أحسن إليه أرسل له رسائل هقرب منه هتحصل مشاكل من بعيد وعلى فكرة في مشاكل بتحتاج الوقت يعني سنة سنتين ثلاثة بتتحلل وحدها ولكن أنت أحسن إليه هو بنقول عليه في الإسلام مسلم عاصي عصى الله عز وجل نسأل الله له الهداية وأن يشرح صدره وأن يعفو عنه وأن يغفر زنبه وأن يهديه إلى الحق ولكن الإسلام أمرنا حتى لو الوالد ده كفر بالله عز وجل أحسن معاملته حديث سيدة أسماء لما أمها جات لها كانت سيدة أسماء فقيرة جتزوجها السيدنا زبير بن عوام وكان بيتها يعني وفوش حاجة فجاية تدخل البيت قالت لها استني ما تدخليش كانت جايبها لها شوية دقيق وشوية سمنة وشوية حاجات للبيت وهي محتاجة قالت لها ما أخدش حاجة منك إلا أن أستأذن رسول الله فقال أحسني إليها وهي كافر طيب والدي مش قابلني أنا أجتهد بكل طريقة لا تسبب مشكلة لو رحتول البيت هتحصل خناها ما رحلوش لو كلمته في التليفون هيشتم وياخد زنب ما كلموش أبعت له رسالة عن طريق الأم عن طريق الأخت عن طريق الأقارب لحد ما يهدأ خالص لأن فيه ناس غضبها وحش والشخصية دي إن شاء الله يعني يكون لها لنا معها لقاء شخصية البصرية يعني بيبقى قلبها شوية يعني صعب أنه يصفو بس بيصفى مع الوقت ممكن ياخد وقت شوية وبيصفى مع المحيلة بيصفى فأحسن إليه وأكرمه وأنت لست مخطئ ولست عاقل والديك ونسأل الله أن يعني يرزقك الثبات على الحق ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتك أن أنت مرضتش بالظلم ومرضتش أن فيه واحد يدفع مال ليس يعني مضطرا لدفعه أو تأخذ سحتا يعني فجزاك الله خيرا وأكثر الله من أموالك وأسأل الله في هذا الوقت المبارك وكل من يسمعني يدعو لك بالبركة في الرزق وفي الأبناء وفي القبول عند الله عز وجل وأن يرزقك الله جنة السؤال الثاني موضوع النظرة النظرة عندنا مبطلات الصيام الطعام والشراء والشهوة يعني كما قال الفقهاء فلو واحد نظر نظرة حرام شاهد شيء حرام وطبعا إحنا عارفين الحاجات دي طبعا يعني أنا عارف أن المستمع أو المشاهد إن شاء الله ذكي ونبيه وفاهم المشاهدة دي درجات من أول القليل لحد الكثير كلها لا تفسد الصوم لا تفسد الصوم يعني صيامك صحيح بس هنا بقى في مشكلة بقى الكبيرة شوية واللي إحنا لازم ناخد بالنا منها لما بنتكلم عن فضل شهر رمضان هذا شهر تضاعف فيه الأعمال والعلماء قالوا أن الأوقات والأماكن التي تضاعف فيها الحسنات زي بيت الله الحرام زي المسجد النبوي زي المسجد الأقصى زي شهر رمضان زي العشر الأول من زي الحجة تمام دي أوقات وأيام وأماكن تضاعف فيها الحسنات تمام معنا الأستاذة دينا طيب الاتصال انقطع فهذه الأيام تضاعف فيها الحسنات وهذه الأماكن تضاعف فيها الحسنات قالوا وتضاعف فيها السيئات يعني أنت لما تعصوا ربنا في رمضان ده زنب كبير جدا 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 يعني لو الزنب ده عليه عشر سيئات في شعبان في رمضان ممكن يبقوا أكتر من كده بكتير الإنسان اللي بيصلي فريضة واحدة في رمضان بسبعين فريضة فيما سواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل بقى الذنب فهذا ذنب ويكفيك يا أخي منه الاستغفار والله عز وجل يحب العبد كثير الاستغفار يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المستغفرين سبحانه وتعالى ولو أنت عملت ذنب واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيفرح بيك معانا الأستاذ عمار اتفضل شو سمعت لو سمحت يعني في الصيام بقى بقى ازال ضعف يعني وكده يعني هادي أكمل صيامي هو أنا مسمعتش السؤال كويس يا عمار بعد ذلك يعني في الصيامي أنا بقى ازال ضعف يعني ضعف بقى خلت ايدي بوقي وكده آه يعني أنت وإنت صايم بتحط صبعك في بقك آه تمام وبتأسأص دوافرك آه يا ريت ما تعملش كده يا عمار مش طيب هل بقى لو أسأصت حاجة بقى آه بتروح فين الأسأصة دي يا عمار يعني تعد ببلعها وتعد بسكر آه يا عمار حتى يا عمار إحنا ما نفعش نحط صبعنا في بقينة طبعا وخصوصا في زمن الكورونا يا عمار طبعا لازم تخسر يديك كويس آه طبعا الأظافر الإسلام بيأمرنا نحن نقصها كل يوم جمعة تمام آه طيب معنا الأستاذة ياسمين آلو عليكم السلامة وبركاته تفضلي آلو السلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته تفضلي الله يخلي تشيرك كده بس تفسر بس من حضرتك على حاجة يعني سؤال كده بره الحلقة تفضلي حضرتك آآ أنا أي حد بيدخل بيت يعني بيجليش حد عن مثلا اللي كل كم شهر مرة ولا حاجة تمام فأي حد بيدخل أو كده بعدها ببعض عيّت وبيقاش طيق البيت ولا طيق حد وببقى مش عارفة أتصرفت بيتي زي الأول تمام ولو رحت برضه عند حد يعني بيبقى حد معين كده يعني تمام يعطي عيّت لحد الساعة فتة الصف ومش طيق أبيتي ومش طيق نفسي بحد دي إذا بحد في زمن الكورونا مش إحنا قلنا مفيش عزومات ما هو بقى مضطرين بقى معرفت طيب مش حاضر يا جاب حضرتك حاضر جزاكم الضخيل جزاكم الضخيل آآ آآ عمار إحنا قلنا يا عمار ما ينفعش نحط آآ أصابعنا في بقنا لأن ديت ممكن يكون فيها ميكروبات وبتضر الجسم آآ وده مش موضوعنا موضوعنا إن إنت لو قطعت الدفر بتاعك وبلعته ده أفسد الصوم للأسف يفسد الصوم آآ لو في بقك طعام وإنت ما تمضمطش كويس آآ وبلعت الطعام ده آآ لو حت تأد الحمصاية كده تفسد الصوم ويبقى صيامك باطل طب لو حصل كده لو واحد حط في بقه خرزاية كده أو في ناس بتحب تحط أي حاجة في بقه تلعب بيها كده لو حطت في بقك حاجة وهب بلعتها بطل الصوم تبعمل إيه؟ ها أكمل صيام اليوم كاملا لحد المغرب وبعدين ها قضي يوم مكانه بعد رمضان تمام؟ الأخت ياسمين بتقول إن في حد بيزورها وكل ما يزورها بتحصل مشاكل آآ ويحس أنه هو حسد تمام؟ طبعا الحسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر والحسد وأكثر ما يقتل أمتي الأنفس ممكن النفس دي تقتل إنسان معنا الأستاذ أمه إسلام أمه إسلام أتفضل يا أمه إسلام وعليكم السلام وطلعه وبركاته لو سمحت يا سيدنا السيد أنا الأيام اللي أنا بقترها في رمضان بطلع عليها فلوس رمضان يعني قبل السهر ما بيخلص بيصوم مطلعه تمام لا يا أمه إسلام هو حضرتك بتفتري لسبب عذر شرعي صح؟ اللي هو أسبوع ولا حاجة؟ أوه لا حضرتك قادر أني أنت تصوم بعد رمضان أنا يعني أنا عندي صمتة وارجعينش أنا وبخاف لحظة المحفظ صمت في يوم لا هو لا تجزئك الكفارة ما ينفعش نطلع كفارة لازم نصوم الأيام الكفارة بتكون للي هو مش قادر يصوم خالص للي مش قادر يصوم خالص يعني واحد مريض مرض مزمن ولا يرجع شفاءه يعني ربنا يعافي المسلمين أجمعين عنده الكبد عنده الكلى عنده سكر في مرحلة معينة عنده مرض من أمراض القلب فده ما بيصومش طول السنة فبيطلع كفار طيب المريض مرض يرجع شفاءه واحد جاله دور برد تعب يومين كده مش عارف إيه ففطر يومين حاجة بسيطة امرأة عندها عزر شرعي فبتيجي بعد رمضان وبتصوم بقى يعني ممكن تصومي اتنين وخميس لحد ما تقيم ما تخلصي الأيام اللي عليك إنما الكفارة ده بيكون للإنسان اللي هو غير قادر على الصوم فلازم تصومي أم واسلام شكرا جزيلا هنرجع للأستاذة ياسمين بالنسبة لموضوع الحسد بقى لازم نحصل نفسنا معنى كده إن انت حضرتك ضعيفة فالعين تصيبك طيب أعمل إيه سورة البقرة نشغلها في البيت الرقية الشرعية حضرتك احفظي الآيات اللي هي بتاعي الرقية الشرعية وهي سهلة إن شاء الله ويقرأيها على مية واشربيها ورشها في البيت تمام طيب قبل ما الناس دولة ييجوا جمعي ولادك واسمع الرقية الشرعية أو ويقرأي على مية ويشربها للأولاد ورشها في البيت تمام المفروض زمان زي ما الصحابي الجليل حصل معاه كان بيتوضى وبعدين زمان طبعا العرب بقى كانوا يمحتشمين حتى الرجالة يعني فكان بيبقى لبسين اللبس حتى غطاء الرأس يعني كان الراجل عيب لو ماشى في الشارع من غير عمامة عند العرب زمان لو ما كانش لبس العمامة كان ده عيب وبيسموها من خوارم المروءة ولو حصلت مشكلة ما يقبلوش شهادته يعني لا تقبل شهادته لأنه خلع غطاء الرأس عندنا دلوقات بقى يعني ايه ربنا يعفو عنا جميعا عن الرجالة والستات فالراجل معنا من الأستاذ الأستاذة شيماء تفضلي أستاذة شيماء السلام عليكم وعليكم السلامة والبركاته الحمد لله بخير تفضلي ربنا يعفو عنه يا رب والسوت بس مش واضح يعني يريد توضح السوت عامل عملية سيلة سات يفتاحها تمام ربنا يعافيها يا رب هو ممكن بس نقفل التلفزيون ونتكلم من التلفون عشان السوت بيرجع تاني وعرضها 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 بس نقفل فهي كل مبتاجة بتتعرض تمام يعني ايه لو فترة لو الطبيب قال ان مرضها ده يعني حيقعد معها فترة طويلة ومرض لا يرجى شفاءه بنطلع كفارة عن الصيام عن كل يوم اطعام صايم تمام انما لو كان المرض يرجى شفاءه يعني هتععد شهرين تلاتة تعبانة بعد ما تخف خالص بالسلامة نسأل الله وندعو يعني الجميع ان يدعو لها بالشفاء والعافية وان يعافيها ويعفو عنها ويعجل بشفائها ان شاء الله بعد ما تخف بالسلامة خالص بعد تلات اربع شهور خمس ست شهور بتصوم الايام اللي عليها مرة تانية انما لو كان المرض مطول معها سنين لا يبقى حتطلع كفارة اطعام مسكين عن كل يوم تمام الموضوع الحسد بقى طيب انا عرفت ان حد معين زمان زي ما بنحكي قصة الصحابي كان مشمر جداعه ورجليه وبيتوضى فواحد تاني مر عليه ونظر اليه فقال له يعني ده انت جسمك ابيض اكتر من البنت اللي لسه ما اتجاوزتش يعني انت شكلك حلو وجميل يعني قام الراجل وقع في الارض وجاله صرع فشالوه وراحوا بيه للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول قال لهم ايه اللي حصل قالوا ان هو كان بيحصل كذا وكذا فمر عليه فلان فقال كذا فقال على ما يقتل الرجل منكم اخاه النظرة تقتل تقتل وبعدين امر الصحابي ده انه هو يتوضى والمية اللي هي نزلة من الوضوء جمعوها بتوضى في طبق او في اناء يعني وراح رشيشها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي ده فانفاء ولا كإن في حاجة حصلت طيب يا شيخ انا لو قلت لهم تعالوا توضوا وهاتوا ماء وضوءكم يعني حيجرسوني وحيفضحوني ويقولوا ليهمش دخلين لك بيت تاني وتحدث بيننا قطيعة فبعض العلماء قالوا نأخذ من السقر يعني السقر هي شربت كبات مية باقف كبات المية دي شوية شربت كبات شاي باقفها شوية نجاء ناخد كبات المية دي اللي هم ما شربوا منها ونفضيها في حلة ونقوم فضيين مية عليها مزودينها ونغتسل ونخلي الأولاد يغتسل والزوج يغتسل والمية الباقي نرشاه في كل في كل البيت ان شاء الله يعني يكون لك شفاء من الحسب فمعانا اتصال طيب عاوزين بقى نختم حلقتنا النهاردة واتمنى نكون احنا استفدنا من فلسفة الصوم في الإسلام ويعرفنا انه هو دورة تدريبية تأهيلية ودورة التأخصصية في تخريج المسلم كل سنة لمستوى أعلى وانه هو يكتسب مهارات أحسن احنا مش بنسوم كل سنة وخلاص بنكرر لا ده ندرجة إيماني سبعة في المية فالسنة اللي بعدها بقت تسعة السنة اللي بعدها بقت عشرة وكل سنة أزداد إيمانا وقربا من الله عز وجل كنت باختم ختمة واحدة بقى اتنين كنت بتصدق بكذا زوت فروحيا أزداد سلوكيا أنضبت صبر أفهم من الصوم إن أنا مش ببقى يعني بارد لما حد يديقني لا ببقى غاضب ببقى يعني منفعل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي لما قال له دلني على عمل إن إذا عملته ودخلت الجنة قال لا تغضب فقال له يا رسول الله دلني على العمل أنا جايلك من بعيد أنا عاوز حاجة تدخلني الجنة قال لا تغضب فركب الحمر بتاعه كده وشار نبي يا رسول الله دلني على عمل إن إذا عملته وأدخل بالجنة قال ألا تفقه إنت بشي افهم لا تغضب ولك الجنة فمش معنى كده إن أنا مش ببقى يعني منفعل أو ببقى متدايق لا ببقى متدايق ولكن بتحكم في غضبي وفي ضيقي وفي ردة فعلي فده حينجينا من مشاكل اجتماعية كتير جدا سواء في البيت مع الزوج أو الزوجة زوجك مدايقك افتكري الجوع والصيام زوجتك دايقتك افتكري الجوع والصيام إنه أنت منتدايق فإيه ده شوية سيبي البيت وامشي قعد في مكان لوحدك زي ما بنعمل كده لو مش قادر تمسك نفسك عن الطعام ابعد عن الأكل ابعد عن المطبخ تمام فنتعلم من الصوم الفائدة الحقيقية من الصوم احنا دخلين مؤاخر ديئة معنا في الحلقة على العشر الأيام الأواخر من رمضان هذه العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في العام كله كان يعتزل الناس كان يعتكف في المسجد كان ينتظر ليلة القدر صلى الله عليه وسلم امتى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان نجتهد كل العشر أيام الأواخر من رمضان حتى ندرك ليلة القدر ليلة أكثر من عبادة 84 سنة صافية خالصة لا ينبغي أن نضيعها لا ينبغي أن نتكاسل عنها من تقصر في السابق فلا ينبغي أن يقصر في الباقي نسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر نسأل الله أن يكتب لنا أجرها وأن يكتبنا من أهلها وأن يكتب لنا مغفرتها وعتقها من النار جزاكم الله خيرا وكل عام وأنتم بخير لنراكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا